يواصل العلماء رحلة بحثهم في عوامل فيروس كورونا ومتحوراته فقد كشف علماء في جنوب أفريقيا عن متحور جديد من الفيروس أطلقوا عليه اسم B.1.1.529 مشيرين إلى أن العلامات المبكرة من مختبرات التشخيص تفيد بأن المتغير انتشر بسرعة في مقاطعة جوتينغ الأكثر اكتظاظاً بالسكان وقد يكون موجوداً بالفعل في المقاطعات الثماني الأخرى من البلاد وبحسب العلماء فأن المتحور الجديد يحتوي على مجموعة غير عادية من التفرات التي تثير القلق لأنها قد تساعد الفيروس في التهرب من الاستجابة المناعية للجسم وجعله أكثر قابلية للانتقال جنوب أفريقيا التي كانت أول دولة تكتشف متحور بيتا العام الماضي أكدت وجود حوالي 100 عين للمتحور الجديد فيما تم العثور عليه أيضاً في بوتسوانا وهونغ كونغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا قال في بيان له أنه على الرغم من محدودية البيانات فأن الخبراء يعملون مع جميع أنظمة المراقبة لفهم المتحور الجديد وأثاره المحتملة فيما طلبت جنوب أفريقيا جلسة عاجلة لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة المتحور الجديد ترجمة نانسي قنقر